اعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية صباح اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس المجلس وقد ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة حيث وفقوا على المرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة فيما تم تأجيل مناقشة باقي المواضيع إلى جلسات قادمة التأجيل كان سيد الموقف في جلسة مجلس النواب التي بدأت باستعراض رد وزير شؤون الإعلام وشؤون المجلسين على سؤال نيابي حول عدد الترخيص التي أصدرتها الوزارة لتأسيس شركات صحافة كان من المهم جدا أن نقف على حقيقة وجود شركات الصحافة حاليا خاصة قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2002 أكد نص القانون على أنواع الشركات اليومية وغير اليومية والمتخصصة واليوم طبعا نلاحظ بأن الشركات الصحافة اليومية معروفة كما هي معروفة عندنا في البحرين عددها واصداراتها جميع الرخص الممنوحة وفق القانون وتمارس هذه المؤسسات عملها وفق القانون لا توجد أي مخالفات في هذا الجانب وإن وجدت نتخذ الإجراءات اللازمة بحقها والحمد لله يعني سعد الناب أيضا في مداخل تبين أن الرد كان شافي وأن الوزارة تقوم بدورها في هذا الجانب وهذا هو المطلوب المجلس ناقش أيضا خلال جلسته تقرير لجنة الشباب والرياضة حول المرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة كان في عندنا منتدى نيابي شبابي يقيم بدور اللفات وكان من أهم توصياته بوجود وزارة معنية بالشباب والرياضة تكون تحتضن الشباب تكون أسؤولة أمام مجلس النواب أيضا في كدورنا تشريع رقابي فالحمد لله رب العالمين الوزارة موجودة ونشيد إن شاء الله في الوزارة والوزير الشاب لطلع من رحم المؤسسة العامة للشباب والرياضة الأعضاء عبروا خلال النقاش عن أهمية تفعيل دور قطاع الشباب والرياضة مشيدين بقرار جلالة الملك المفدى باستحداث وزارة تعنى بالشباب والرياضة كما جرت العادة دوما فقد شهدت جلسة اليوم جدول أعمال مزدحم ولكن فقد حاز مشروع قانون تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة على الجزء الأكبر من النقاش حمل النقاش حول موضوع المشروع بقانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة تباينا في الآراء بين النواب فقد ذهب رأي إلى أهمية إصدار هذا القانون فيما رأى البعض الآخر شبهة عدم الدستورية فيه التقرير اللي أمامنا في المجلس اللي الآن في محل النقاش كان معتمد على آراء اللجنة التشريعية السابقة في الفصل التشريعي الثالث ونحن الآن في فصل التشريعي الرابع الدور الثاني وأراء أيضا المستشارين القانونيين كلها السابقة أنا كان رأيي أن هذا المقترح الجليل أو التعديل في المقترح حول تخصيص 50% من الشواطئ للجمهور يحتاج إلى أن يعرض على المستشارين القانونيين في المجلس وعلى اللجنة التشريعية من أجل أن نرى الجانب القانوني فيه هل هناك شبهة لأن كل الآراء اللي موجودة عندنا في التقرير الآن تقول فيه شبهة عدم دستورية فهذا المشروع فيه شبهة دستورية وهذه الشبهة دستورية هي التعدي على الملكية الخاصة التي صانها الدستور وبالتالي هذا المشروع أرى فيه عدم دستورية بل أنا مع القانون وأقول بأن هذا القانون أصبح حاجة ملحة ولا بد أن يخرج من مجلس النواب بأسرع وقت من أجل الحفاظ على ما تبقى لنا من سواحي العامة لجنة المرافق العامة والبيئة وبعدما دار من نقاش حول مشروع القانون قررت سحب تقريرها بشأنه لمزيد من الدراسة المشروع إن شاء الله رح نتوافق عليه لأسبوع الغادم سحبنا لمدة أسبوع لأنه كان هناك مقترح من أحد النواب وطريقة التصويت أدت إلى إجبارنا أن نصوت عليه مقترحة لأسبوع الغادم وإن شاء الله أعتقد ما في الماء رح إن شاء الله المقترح يمشي سواء الغادم كما طالت تأجيل تقريري لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومشروع قانون تسجيل المواليد والوفيات إلى جانب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الخدمة المدنية سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين